اشتركوا في القناة الهدف حاليا ان انا نريد ان نضبط البور وعشان نضبط البور نحتاج بعض الاشياء من الرارة تايتن و الانكمن كلها نستطيع نسويها بانفسنا لكن انا افضل ان انا استخدم هذه الطريقة حيث ان انا ناوي اخلص كل الكسات اللي هنا طبعا مو كل اثناء التصوير شي اثناء التصوير و شي من دون التصوير الحلقة هذي اشتركوا فيه مود من المودات الصراحة جدا ممتع ما لعبت فيه قبل كده لكن اتفرجت عليه في اليوتيوب و جدا جدا متحمس له اسمه صراحة لا ما قدر تحفظ اسمه لكن فتحت لنا خانته هنا اللي هو دراجون وذيو اسم المود اباسل كرافت اول كويست فيه يقول لك اكثر بعض من هذي اللي هي الكوراليوم كوراليوم أور و رح يطيك الكتاب اللي هو رح يدلك على ايش رح يدلك على ال كيف تلعب ممكن نمشي على الكتاب و اول نمشي على الكوستات طبعا افضل ان امشي على الكوستات والكتاب نرجع له في وقت الحاجة حاليا ايش يقول لنا يقول لنا سوي كرافتنج لشي ايش يقول لك في بعض البيومات الخاصة رح تلاقي فيها الكوراليوم بشكل اكثر و كثير فعشان نسوي اللي هو الكوراليوم بير كوراليوم ما ادي صراحة كيف تتنطق او كيف تنكتب بلا صح كوراليوم واحد اكثر خرسان احوام هذا البروريزر لاني انا سويت الكوستات كاملة حق thermal expansion يعني لاحتاج اصبع كاملة لكن سويتها محتاج كان دوت اذا سيسر عجبتكم لا بدني قلت افضلات حلول الله وتبقى تستمر هذا نوصل له كهربا بهذه الطريقة سوف نطيل الكوراليومار سوف يبدأ كل واحدة سوف يطين عليها اثنين المفروض بدون اي اضافات دعنا نرى مفروض انه يطين هذه واحدة اثنين المهم سوف نستجل سوف يحتاج الكوراليوم بير كوراليوم بير كوراليوم بير توقع هذه كوراليوم مور سوف يقول لك واحد من ثمانية انك تسوي كوراليوم انفوزد ستون او بيرلس سنت كوراليوم مور كلها اتوقع تجدها في بعض العوالم لكن هذا يمكن انك تسوي الكرافت بواحد من الوصفات التي موجودة كوراليوم في بعض البيومات اتوقع ان نذهب لها يكون افضل انا حاليا جاهز دعني اروح لها اتوقع ان انا لقيتها في نقطة واي بوينتس ووتر دنجن لا ما هي بعيدة مرة اتوقع ان اروح لها من يسانا اقدر اقبير في المسافة ما رح تمثل لها اي مشكلة طيب اوكي هل نغرج احنا مغلس سيستم مفتوح حق 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 الكرافتينج او حق الكربك جديد بس طبعا هذه هي البيومات الخاصة بالمود اللون هذيك زي الاسود ما ادري ان كان احنا احتاجها كثير لكن اكثر شي رح نحتاجه اللي هو هذا اللي هو زي الدنجن خلينا نحول ان شاء الله انكم تقدروا تشوفوا اشي اللي هنا لان انا بالنور اللي انا عماله سويه ما انا شايف شي كثير اوه اوه شي غريب مفروض ما يكون شكلها كده لو كسرنا طيب ممكن لو نكسر على تحت يعني لا ما في شي اوه شي غريب ما انا عارب ش المشكلة لو نكسر هنا طيب اوه شكلها كده شكلها مغري لا 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 اوه هيا كل المنطقة هذي هيقول لك المنطقة هذي اكثر فيها الكراليوم اوه اكيد اكيد انه نلاقي فيها دناجط في مثلا لو ايوه شوف هنا زي اها هذه بعض من نوع طبعا ما رح نحتاجها هلية نحتاجها مع الوقت بعض من تقوص الموت لازم ناخد هذا الستاتشو لكن ما رح نكسر حاليا عشان لي احتمار احتمال يكون في طريقة معينة الكسرو عشان لا يروح الان اهناك برضو في واحد انا بادور على كهف في بعض الحيوانات كمان معينة لازم ان انت تفلتهم وتخليهم يطلعوا لك بعض من هذه الستاتس او ما ديش سموه صراح هنا ما في اي استاتس ما ادري ليش في هنا سلج في هنا دارك لاند او كوت اتوقع هذي هي ايو دارك ستون نحتاج دارك ستون لكن ليس هو اكثر شي نحتاجه لكن راح نحتاجه او الله ما ادري هذي شي كستات اول مرة اشوف طيب في كثير من الكستات راح اعديها لان احنا ما حيسويها خلف الكواليس لان احنا ما احنا ما اضطرين نحنا نسويها فما راح اشغلكم بها بس مجرد ان انا جمع هذي ما احتاج جدا كثير هذي كفاية ابغى ادور حاليا على ال في حاجة زي اللي شفنا هناك كده زي المدخل على الدنجين يطلعون لك منه وحوش والوحوش هذالي هم اللي هم اللي يعطوك التماثيل التماثيل نحنا نحتاجها بشكل جدا كبير عشان نعبي هذا الكتاب عندما رأينا هذا الكتاب له زي الطاقة معينة لازم تعبيه عن طريق هذا التماثيل فخليها على جمحانية خلينا ارجع البيس و اقرأ الكتاب و ارجع عن جديد طيب خلونا نسوي اللي هو البرل هذي راح نحتاج طبعا اللي هو البرل هذي اتوقع عندنا كفاية مالاش علاقل وهذا الفوق باقي شغال لازم اخر عنه هذي تكفي و زيادة راح نسوي راح نسوي ستة من هذي اصبحت سبعة بغلط فرحت هذي واحد اثنينة طبعا اتوقع ان احرقوا مطريقة عيدية راح تطلعوا لي هي طلعوا لي واحد ما في اي طريقة التدبيل واحد راح يكفي او بصح فرن عادي و خلص هذه واحد اثنين راح نحتاج اثنين بلايز رود بلايز رود واحد اثنين زي ما تشافين راح اطينا اللي هو البلايز رود البلايز البلايز رود هذه لها طريقة كرافتينج معينة يعني زيبنا تشايفين راح نحتاج 5000 PE راح نحتاج اشياء جدا كثير فهو اختصر علينا الوقت وعطاني اياها لكن برضو راح نترغص بل عنه ان احنا نسوي الطريقة هذي في المستقبل لكن حاليا هو راح اعطاني اياها كريبورت فحنقدر نستخدمها طبعا هو الكوست اللي بعد اوشي يقولك ابو يبغى هذا بسيط ابيس النات كرافت اه بيكاكس ابيس اسموه يشفون ايه طايم ابي ابي ابيس اوه اوه مالش 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 بي واحدة بس اهه ما عندنا الا واحدة بس ابيس النات هذي واحدة بس ابيس النات كي نجيبها غريبة احنا محنا مجميع منها شيء اوه اوه مشكلة طيب احنا نحتاج البيكاكس بس ما ادري البيكاكس هلأ لاقينه من الصناديق او لا اوه لا 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 ما نلاقيه لازم ندور عليه طبعا اتوقع انه يكون نادر وهذه مشكلة انه احنا ما دورنا عليه من الاساس فاحتمال ان انا استخدم حقة اوه اوه اللي تحفل لن اخر شيء استخدمها واستخدم اللي هو المانا بوشن و احنا اقول ان ما نستخدم المانا بوشن كثير بحيث انه احنا نلقيا طبعا قبل ما اروح الى قسة هذا اللي بعده خلاني نرمي كل شيء هنا و اقليق ما راح نحتاجها أريكم بعض الأشياء التي سنحتاجها في العالم على أساس نمشي في هذا المود طبعاً سهل عليك الأمور لكن بعد فترة ستتضر فلو جينا هنا مثلاً نقول الخانة هذه مثلاً حطينا هنا واحد حط مساحتين هنا مساحتين هنا اثنين كده كده هنا اثنين وكده توقع كده تاول وأجي أسوي أصدق هذا المشيطة لك بعدما أصدق هذا المشيطة لك هذا هو المشيطة لك أنا نسيت المشيطة حالياً حالياً وكده هناك نحن نسيت المشيطة لك ما هي المشيطة ثقية ثقية نتأكد رتشوال تنسي أحتاج ثلاثة لا أمثلاً ثقية لكنه لا يفعل كبلستون لن يفعل كبلستون هنا واحد اثنين هنا اثنين هنا واحد حسناً نضع كبلستون 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 نرجع 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 الموضة هناك عوالم هناك 4 عوالم مختلفة اربعة أو ستة كلها لازم تذهب لتقدم الموضة كلها لها وحوش تيتنز خاصة فيهم بعض الوحوش لهم طريقة قتال مختلفة فاحتمان أن الدرع هذا حقا لا ينفع لازم نشيله إن شاء الله سنكون هذا الشيء لكي يكون هناك حماس نرجع كل شيء نضغط 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 نضعم وحصاب نضغط نضغط xi نضغط 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 البيتستور نقوم بيدستون حيث ان انا عيش مو هذي الانواع نكتب هذي مو بيدستون تمام في انواع معينة في ديكوريتف الديكوريتف هذي ممكن نحن نحولها قاعدية ولكن لها طريقة خاصة احتمال ما نجد كل الانواع فنضطرن ان نجدها الكهف ذاك اللي رحناه من اول كان المفروض يكون في زيل سبون لبعض المحوش والمحوش ذاك اللي رصبنوا لك البيدستون هذي ولكن مع الاسف اذاك اللي رحناه ما نجده اي شي فاحتمال كبير ان يكون في احتمال كبير ان نحتاج ان ندول على واحد ثاني بس هنا انا لا نرى اي بيدستون او اي استارش ها هنا في اثنين هذي نحويلها ها ها انا اخذها من طريقة لعيدية ها هنا في واحد اه طيب ها هنا لا أتوقع سأجد أي شيء كما ترون، المفروض أن يجب أن أحولها ولكن هنا لا أستطيع حولها لماذا؟ يمكن أن أفعلها لكرافتي لكن أنا لا أجد أن أفعلها لكرافتي يمكن أن أختلاف المودباك والمفروض أن يجب أن أحولها من لأن كل هذه الدكور لن تفيدني أحد كما أخبركم، الكهف الذي ذكرناه سأتطرنا إلى واحد ثاني ونلاقي زي الوحوش ونجدونهم محرسمون عليها فخلوني ادور عليها طيب هذي برضو طريقة ثانية اول ما قلت لكم ماذا ستفيدنا هنا ممكن ان نحن شي لا طبعا ممكن تكسرها بأي بكاكس في اكثر من واحدة هنا راح اجمعها كلها وبرضو راح ادور على ذاك الشي اللي قلت لكم عليها وبعد بحث طويل لنا المكان العجيب هذا حاليا الليل لا تفرق معنا الليل كثير ولا لا لكن صراحة شوفوا كمية المساحة اللي اضطرت ان ادور فيها شوف القاعدة حقتنا هنا قاعدة حقتنا هنا قاعدة حقتنا هذا المسافة كل عشان الاقي ايش عشان الاقي هذا الشي طبعا غالبا يكون ايافة مستنقع هذا مستنقع حاليا قاعدة حاليا كيف تقدر تخرجهم لانه هو الخطط تضمن وانت تخرجهم لازم اصبع عنك تخرجهم حتى تخرجهم انا ما اقدر اخرجهم بهذا الدرع لازم اغير الدرع فعشان عشان اخرجهم لازم اضمن ان انا ما اتورط لما نشيل الدرع فلازم من النهار يجي فكان باقي على النهار يعني مو كثير اول ما يجي النهار راح ارجع صور طيب حاليا النهار جاء طبعا خطة لازم ان انت تخرجهم بره بره المنطقة هذه فعشان تخرجهم راح تضطر ان انت تخليهم من حق وراك ولا ستقدر تخليهم من حق وراك بهذا الدرع انا راح اشيل حاجة المفروض ان هم حاليا احق مش هاد توقع الصدرية لازم اشيال الصدرية مو هما المفروض حاليا نعمل حق ورايا المفروض فعلي حق ورايا فزي ما تشعفين اي حاجة سيمشي عليها راح يتغير شكلها او راح يحط كلا زي السلج طبعا السلج هذا شيء زيدا سيء فحاول ان انت ما تمشي عليه لانه ومشيت عليه راح يخليك بطيب فلازم انت تعصبهم عشان يلحق وراك انا بحاول اخرجهم كلهم لان هم هذول اللي راح يبنون لنا التمثيل فازي كده بعدها هنرجع نلبس الدرع يهو لانه نبس الدرع حشان بس ما انتبه لنا طبعا حيقتل اي شيء كذلك انتظرين الدجاج قبت شوي قتلها حيقتل اي شيء في طريقه كذلك انتظرين دور بدأ يخرج فهذا الشيء كويس انا بغان كلهم نخرج حتى هذا الي هنا لازم يخرج يباقي هنا كالله فيه كثير طيب احشيذ هذا احشيه 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 انه ما يكتلني اي ما مشكلة احشيه انه يخرج اوكي نعم فازي ما قلت لازم يخرجوا يمشوا لهم كذا مسافهم معينة سيبدأ بشكل تلقائي ابنه ابنه التماثيل سيأخذ فترة طويلة فانا راح اخرج للباقيين واول ما يطلع لنا تمثال او status هذا نموذج من ال status اللي سيبنوها تنشأ بشكل تلقائي هذا واحد منه فتقريبا فيه ثمانية انا ما راح احتاج كلها احتاج تقريبا 4 كبداية هنا كل فترة جميع لي زيادة لكن حاليا هذا اللي انا راح احتاج ما راح احتاج اي زيادة طبعا المنطقة اللي هنا سيبدأ يرسبنوا منها مو بس هذو اللي ممكن انا اخذ زيادة فهذا الشي اللي هنا هو اللي يرسبنهم اللي هو شوقث مدريش ماس فانا راح اخلي هذو اللي هنا يتجولوا واجمع لي تقريبا اربعاء او شي زي كده وراح ارجع مجيزين طيب هذا اخر واحد طبعا يبدأ يبني بشكل اكثر لانه عما يرسبنه هذا الاستارتش اللي لا يدموه يعتبر كمصدر طبعا هذول لو قتلتهم راح يطلق حاجة لح تفيدين ابعدين ها زي ما شايفين حيبدوا يبنوا كون زيادة هنا يبنوا بشكل جدا سريع لانه هم عما يرسبنه اصلا فمثلا نشوفها كمان واحد هنا هم يبدأوا يحاولوا يقفلوا يقفلوا المنطقة فتقريبا احنا جمعنا صراحة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نوع بقية لسه كم نوع ما راح اجمعها كلها بس ابرريكم لو قتلنا هذا واحد منهم ايش راح يعطينا طبعا ما في مشكلة لو قتلتوا لانه في الاسفان حقه منك موجود لكنه قوي صراحة ثلاثة مئة فلو قتلنا هذا ما اعطانا شي شوف الثاني طبعا في عالم من العوالم لو دخلتوا راح يرسبن لك اكثر من واحدة من هذه راح تلو ضيعت هذه او ماتوا اللي فيها مو مشكلة لو دخلت العالم ثاني راح تلاقي اكثر من كده فاخلوني امرجيكم هذا الشي اللي هو شو قد فلش استخداماته جدا كثيرة لكن من اهم الاستخدامات انه احنا نقدر نستخدمه في بعض الكرافتين اللي ممكن يسمي لنا استخدامات ثانية فيه كمان استخدامات ثانية لكن حاليا ما راح تستخدمه فشي كويس انه انت لو يكون عندك منطقة كده تقتلهم فيها يعطوك السويدي هذي اللي اسمه يعني فدير وقت هما سيبدأ يبنوا هنا بشكل عشوائي لانه هم مؤسلا كثير هنا فخليانك عليهم فانا حاليا خلينا نرجع البيت طيب حاليا عشان نستفيد من التماثيل هذي اللي جاتنا راح نحتاج انه احنا نسوي حاجة اسمه بدستول بدستول ايش هي اللي هي هذي نرجع بدستول راح نحتاج اللي هو المون لذ ستون هذا موجود عندنا راح نحتاج شادو جيم شادو جيم هذي راح نحتاج شادو جيم شارتس شادو جيم شارتس يجي من طريقتين الطريقة الاولى انه انت عن طريقة اللوتس اللي هنا او عن طريقة البعض الموبس راح نطلع لك طبعا احنا نرجع معنا تقريبا فوق ستاك وفي هنا فراحة 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 ايو هذي شادو فراحة هذي طريقة الطريقة الثانية ان تتحول بعضا مع الموبس ما راح نحوش في موضوع هذا الحالي لان احنا مهدفنا ان احنا نشرح المود بما ان احنا موجود عندنا هذي فخلاص ما راح نطلع ان اشرح شي ثاني فهذه الشادو جيم راح نحط هنا وراح نحتاج اللي هو الكرالم احنا نسوينا قبل كده فنرجع بدي السول راح نحتاج برضو اللي هو البيلرز بلرز خينا نكتب بلر في عندنا واحدة بلر راح نبدأ نسوي زيادة كمان نحن نسوي تقريبا احنا عندنا كما واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نواع فراح نسوي خمسة زيادة خمسة فاربعة والخامس في ادنين راح نسجي هنا في مكان من الاماكن راح نحطها قريبا من هذه مع انه انا ما ادي صراحة هذة ليش مغزبطت احتمال انه يحتاج هذة شوية بوتنشن الانيرجي اللي هي البور حق حق السيستيم هذا كامل فخليني نجرب لو حطت هذا هنا راح نحط واحد اثنين طبعا الترتيب مو مهم ممكن تستخدم اي ترتيب عشان كده نحط عشوائي عشوائي ما راح يفرق تحط فوق هالستاتيوس هنا مثلا هنا تحط هنا واحد وهنا الثاني هذا نفسه ما نبقى وهنا الثالث وهذا هنا الرابع وهذا هنا الخامس هذه خمسة 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 ممكن نقلد بها طبعا ايش الفكرة فكرة من انت مجرد ان انت تضع الكتاب حقك هنا في النص هيبدأ يولد او يخزن الطاقة هذه حاليا لو نشر ما راح يجيب اي شي يحتاج فترة فترة لما يبدأ يجمع الانيرجي حاليا راح أخلي فترة لما نشوف كده يجمع طبعا حاليا الصفر ما راح يجمع اي شي فخلي فترة احتمال ان يكون فيه ترتيب معين للتماثيل طيب اكتشفت حاجة مو انه يحتاج وقت اكثر المفروض اضعه في سما يعني ما يكون تحت الارض طبعا في اكثر من طريقة الطريقة اولا انت تمسكه في ادك و راح يبدأ اعطيني بي اي هو انه انت تخليه هنا وتمشيت تروح على مكان تخلص سيارتك ترجع بعدين انت تلاقي مليان طبعا في اكثر من طريقة يعني حاليا هذا راح ينتج لك بي اي جدا بشكل جدا بطيء لكن بعد فترة في اكثر من طريقة انه انت تخليه وليد لك بي اي اكثر فانا حاليا بوزع الستاتيوس هذا الواحد هنا احط اللي هو اليوقا هذا راح نحط اللي هو الهستر هذا وحق قال انا واحد كمان اللي هو هذا تمام حاليا المفروض كلهم يبدأ يعطو نرجي للكتاب حاليا في عندي مية وخمسطاش طبعا هو ممكن نشيل لين خمسة الاف خمسة الاف هي خمسة الاف طيب هاد طريقة الطريقة الشيء الثاني اللي هو اللي كنا نسويه تحت الالتر وان هذا نسويه لزحمة وحتى هذا العمادين لا من هذا المسويه لزحمة لكن ما عليها فيها سوي اللي هو الالتر اللي احنا ما قدرنا نسويه هنا اثنين مساحة اثنين اتوقع انه برضو نفس المشكلة كانت انه نحن لازم نعطي نعطي ضواء الشمس اه اقدر حاليا اروح اخذ الكتاب حقي هاد الطريقة واجه على هنا سوي شيفت رايت كلك شيفت رايت كلك شيفت رايت كلك اه ها ما قدرش المشكلة الصراحة لكن خلي معنا فصولهم ما ايش من ما يتعبه هذا احتمال انه يحتاج اه يحتاج بي اي جدا احنا عندنا حاليا هنا الكتاب ها احتاج اللي هو الابيسل ابيسل بيكاكس حاليا اصلا ما عندنا ابيسل كثير وراح اضطر ان انا اروح ادور عليه عبل ما يعبي هذا الكتاب وراح ارجع جديد طيب اه لقيت انا واحدة من الابيسل نوت هذي هنا ما دور الصراحة الكهوف ما راح ادور حاليا راح ادور بين الحلقات عشان ماضي على الوقت اه راح اصولي البكاكس طبعا ايش فائدة البكاكس اه بعض الاشياء اللي لو رحت اه ما راح تقدر تسوي اي اه بعض البلوكات ما راح تقدر تكسر لها الا عن طريق البكاكس هذا فالبكاكس هذا شيء جدا ضروري اه هذا اللي هو الكوست حقه ما راح اضطيني شيء كويس ك ما راح يستفيد منها هلا راح يقول لك يبغى انشانتينج تايبل يبغى غولد نوكت وواحد بكيت واندربير راح يبدأ اعتقل الكتاب والجيم هذي اه اه ايش فايدتها راح اقول لكم بعد شو ايش فايدتها لانه لما نروح العالم الثاني راح نحتاج نحارب دراجون ولو طريقة استدعاء معينة اه مكتب هنا غولد غولد نوكت توقع يبغى واحدة بس لا يبغى اربعة غولد احتاج اربعة اثنين ثلاثة اربعة ويحتاج كم باكيت يبغى واحد باكيت وستطاشة اندربير اه باكيت واحد باكيت بس واندربير اندربير يبغى ستطاشة هذي اغلب الاشياء طبعا ما راح يستهلكاني ما راح ياخذها راح رجع على كلها هنا حاليا اه لانه ما راح تستفيد منها حاليا فخليني بس ارجع هذي هنا لانه لو اني بغى نسوي كرافتنج انشانتنج تايب راح نسوي احدة ثانية اذن من حالة دراغون ثاني او الدراغون اللي موجود في العالم الثاني فهذا اللي هو الكوست حق البيس النظر راح يبدأ يعطيك كتاب مليان بال PE يعطيك بعض التعليمات ما راح اقراها حاليا راح اقراها من الحلقات ال gateaway key هذا اللي هو المفتاح اللي راح افتح لك البواب الثانية فلو نكتب هنا gate gateaway key gateaway راح نتاج كراء اليوم سيتنا الكراء اليوم هذا راسبي راح نسوي لنا واحد ثاني واحد اثنينة راح نسوي هذا هذا راح نحوله هذا الطريقة طبعا لو راحنا على عالم الثاني راح نبدأ نلاقي كراء اليوم اكثر بكثير فهي لا تشيلوا هم هذا النقطة gate gateaway طبعا زي ما شايفين فيه اكثر بمفتاح هنا واحد اثنين ثلاث المهم انه فيه اربع عوالم فهذا واحد هذا الاعلم الاول من العوالم دي كله هذا كوست راح تكبيزة ورح يبطيك instant health طبعا ليه طبعا ليه طبعا ما يدري انه وضاء ما ادري هل الدروعة عادية حتنفى هناك ولا لا لانه العالم ذاك مليان وحوش مليان فالله اعلم فرح نحتاج اللي هو البورستون تراكر هذا ما ادري هل يقدر نسويها وانحنا نجمعها من من الوحوش الله اعلم بورستون تراكر راح نحتاج كوراليوم كوراليوم راح نحتاج جدا كثير فحنا حاليا ما اتوقع راح نكفي راح نضطر انه لما نروح العالم الثاني راح نجمع اكثر من من اللي هو هذا الشيء الكوراليوم فانا راح انه الحلقة هنا لانه الحلقة الجاية راح حاول اخليها كلها العالم الثاني او ممكن حتى العالم الثاني والثالث فاتمنى الحلقة تكون عجبتكم اذا اعجبتكم الحلقة لا تنسوا من اللايك اعطوا بصور من شارع و سبسكرايب ونشوفكم الحلقة الجاية اذا